السلام عليكم أحبائنا معي نبات جميل جدا اليوم نبات عصاري ما تكلمنش عنه جبل كده أطر الندى أو حي علم زي ما حضراتكم شايفين جايب منه شتلتين بجالهم فترة كبيرة عندي في البيت بصراحة جايبهم كل واحدة مزروعة في كيس فالأصيص هذا فاضي والأصيص هذا فاضي زي ما حضراتكم شايفين مزروعين في بلاستيك وهنجلهم عندي للتربة للحديقة طبعا هو نبات زاحف معمر لو اهتمنا به فأول نصيحة جماعة لو هيتزرع في التربة على طول لازم الجزور تكون في التربة وباقي النبات يسحف ويتمدد يتحط على الأرض عشان بيعمل من تحت جزور فنفس النظام فأني على الأجل عشان محطوطين في أصص زي ما انتوا شايفين بحط بجيتها عشان تعمل جزور هنا فلما بسجي بسجي الجزور وبرده بروش مياه هنا عشان النبات لما بيمسك أوراق والصاق بيبدأ برضه يمسك في الأرض عشان نقدر نعمله وتكاثر بعد كده لما ناخد عجلة تكون عاملة معنا تجزير مع أنه حتى بدون أخدتها على طول كده وازغرستها في الأرض وما شاء الله بيكبر معاي وفيش مشاكل إذا يا جماعة الاسم المشهور جدا حي علم أو قطر الندى قطر الندى لمحة سريعة عنه إن شاء الله مع بعض بالنسبة لهذا النبات موطن الأساسي من جنوب أفريقيا من جنوب أفريقيا عصاري عشبة معمرة لو ادي ناله تربة كويسة وخصبة وساجي بانتظام ومكان مشمس هيعمر معانا لو النبات هذا مهتمناش به ولا في المية ولا في أي حاجة هيبدأ أعمل معانا مشاكل وهيبقى سيزونل يعني سنوي وهيموت فإحنا لأ نزبط معاه كل حاجة هيمدد ويملأ ويزحف ويملأ المكان عنا إن شاء الله بيتكاثر هذا النبات بأن إحنا زي ما أنتم شايفين بعد فترة باجية باخد من واحدة من هدول بتكون على سطح التربة وعملة جزور بيتكاثر يعني من غير ما نقول بزور أو حاجة على طول بالفسيلة يعني بالفصل بناخد منه قطعة ننظف شوية من تحت وتكون طويلة كده ونغرسها في أي طربة هتكبر معانا وفيش مشاكل هذا التكاثر بالنسبة ليه موعد الزراعة بيزرع يا جماعة في الربيع وفي الخريف يعني نبعد عن الصف والشتاء في الربيع أوكي في الخريف زي دلوقتي برضو ينفع زراعته موعد الزراعة اتكلمنا عنه لو جينا ليه الوقت الازدهار بتاعه من نهاية الربيع معانا الصف كله والخريف كله هيزدهر معانا فبرضو الموعد دلوقتي مناسب جدا الري طبعا النبات عصاري يعني بيحتفظ بالماء فاحنا الري يا جماعة لازم يكون لما التربة سطح حيجف يعني ممكن كل تلات ايام يعني مرتين في الاسبوع هو بيحب المية بيحب المية على اساس مش اغراق ان احنا تكون دايما التربة رطبة طول ما التربة رطبة ليه المكان اللي فيه الجزور وبالرشرش برضو على المكان اللي متمدد فيه عشان يجزل ويمسك في الارض اذا كده التربة الرطبة بتخليه دايما يزحف ويتمدد ويكبر اكتر لكن مش بزيادة ولا ننسى خالص لو انسناه خالص وقللنا عليه الري بيبدأ الورج هذا يجف ويتجعد طيب ولو لجينا انه بدأ يعمل ساق طويلة خالص وبعد كده شوية اوراق برضو دليل على انه نقص للشمس لو لجيناه ما بيزهرش يبقى محطوط في مكان ضلة افضل مكان لزراعته لازم مكان مشمس جدا عايزينه يزهر معانا ويطلع اظهار ويكبر ويتمدد لازم مكان شمس ساطعة هذا المكان المناسب له شمس ساطعة وري زي ما قلنا بانتظام التربة دايما تكون رطبة نوع التربة المناسب زي ما انتم شايفين عندي محطوط رمال على بتمس رمال على بتمس لكن هو بما انه بيحب التربة تكون رطبة الطين هيكون مناسب جدا له اي تربة فيها طين طين احمر طين اسويل اي حاجة مع انه برضو ناجح يعني اذا هينجح في كله لكن بما انه بيحب الاحتفاظ بالمية والرطوبة الطين برضو هيكون مناسب جدا له يبقى التكاثر زي ما قلنا وطبعا لما نعمله اكثار يا جماعة يكون في الربيع او في الخريف طريقة الاكثار زي ما احنا شايفين انا اخدت منه كزا واحدة لعيال قصروهم عندي الاولاد زي ما انتم شايفين يا جماعة بقمة السهولة ممكن ناخد قطعة زي هادي اهي شايفين وننظف طبعا كل الزيادات هادي والتجليم مهم جدا لما منشوف فيه اوراق زابلة او لونها بني هذا شيء طبيعي بيحصل مش النماتي يعني ساعات بنشي كل الاوراق اللي انتم شايفينها هادي وبنيجي يعني جايب قصيص فيه شوية رمال شايفين وحتى من غير ما شيل الاوراق اللي تحت احنا بس لو غرسناه بالشكل هذا وغطصنا على القاع وكده اهو وبعدين زي ما انتم شايفين اهيلا وحديها ونسجي وممكن الحتة اللي طالعة اللي احنا شايفينها مع بعض هادي النيمها في اي مكان يكون فيه ارض عشان برضو لما نسجي نسجي مكان الجزر اللي عايزينه يجزر وهنسجي الحتة هادي تكون برضو ممدودة في ارض او ان احنا على طول نزرع في الارضية في التربة ونخليها تمدد ونبقى نسجي الحتة اللي عنده الجزور وباقي النبتة عشان يجزر معنا في كل مكان هذا كل حاجة ممكن نقولها عن قطر الندى جميلة جدا زي ما انتم شايفين وش حاجة ممكن نحط لنا في نبتتين تلاتة بنفس الشكل بنسجي الجزور ونسجي باج النبتة عشان يطرعرع معنا طبعا بتتفتح في ضوء الشمس الساطع وبالليل بتغلق زي ما انتم شايفين هادي لانها اصلا هادي كانت في الشمس زي ما هي وهادي اصلا كانت في الضل فازهارها جافلة بدري بدري انما التانية شايفين على طول بتفضل الازهار يبقى هادا كل شيء ممكن نقوله عن حي عالم او قطر الندى التكاثر الري التسميد نيجي للتسميد نسيت اقوله يا جماعة بما انها بتزدهر في الربيع والخريف يبقى ممكن نسمد هنيجي نزرحها في الربيع او في الخريف سيان لكن بمجرد ما نزرع النبتة نستنى عليها شوية لانها بدأت اوراجها تبقى يافعة وتزهر معنا يبقى جزورها مسكت في الارض في اللحظة هادي على طول دليل على انها خلاص مسكت ممكن نقدر بقى نيجي من بعيد من حواليها منطقة الجزور ونحط شوية اسماد بعد ما تدج معنا يعني في الربيع او الخريف نزرع لكن بعد ما نزرحها باسبوعين مثلا ولجنها مسكت في الارض وجزورها وبدأت اطرعرع نقدر بقى نسمد من بعيد يا في الربيع يا في الخريف بعد ما نزرحها وتكون بدأت الغرس يدج معنا وتمسك في الارض يبقى الرأي التسميد المكان المناسب للزراعة دوها شمس ساطعة وتربة خصبة ورأي بانتظامها اطرعرع وتملى المكان عندكو يعني بمختصة للكلامة جماعة وهذا كل شيء ممكن نقولوا عنها اطر النادة جميلة جدا جدا وجبتها قبل كده يعني بصراحة وماتت لكن هدول ما شاء الله بجالهم فترة عندي وبدأوا يكبروا دلوقتي هده كله هيجزر من تحت هبدأ اجز كل حتة فيها جزور غير النبطة الاصلية وازرحها دلوقتي هده لو هنقولها للطربة هفحر هعمل حفرة وحط هذا كله في قاعدة طربة والباقي هيكون سطح الطربة هنا هنين فيها دي ولما جي اسجي باسجي الارضية وبنسجي هذا الراشر الشعليه مية عشان يجزوره هنا تبدأ تمسك في الارض ونقدر نفصلها بعد كده ونعمل منه اكثر يارب نكون استفادنا معلومة حلوة مع بعض اليوم قطر الندى قطر الندى او حي علم الاكثر والرعاية وكل حاجة عنه جميل جدا وانصحكم بيا جماعة وعصاري ولو مش عايزينه سنوي وعايزينه يعمر معانا زي ما قلتلكو نديله الطربة الخصبة مكان مشمس جدا وبيتحمل على فكرة كل حاجة جماعة وندله مية بانتظام انسامده تمام التمام هتلاجوه مع الوقت يعني عنا حتة فاضي مثلا حوض زي هادي كده كبير هتلاجوها زحفة وملت المكان وبالذات لو مشمس زي ما انتو شايفين روعة وجميلة جدا وشكلها رائع ومش هتموت وهتبقى معمرة ودائمة الخضرة عنا في البيت هي بتتحط طبعا في اواني اوصص او في الحضيقة ممكن تتعلق تعليج لكن الافضل انها بتزحف يعني هي بتزحف وتتمدد فعايزة ارض والارض هادي يكون بيوصلها رمال مياه هتلاجوه كل واحدة زي اللوبلاب هتلاجوها كلها زي زي اللوبلاب اهو طالعيندي كبير ما شاء الله لكن في نفس الوقت الارضية هنا كل اللوبلاب اللي بيمسك في الارض جماعة هتلاجوه هذا كله بعد كده بيجزر نفس النظام اي نبات زاحف هتلاجوه نفس النظام هيجزر معانا يعني بدلا ما تكون عنا واحدة ونحتم بيها لو سبناه يسحف والدنول الارضية هنا وفيها مياه هتلاجوه كل هذا نقدر نعمل منه اكثر مستقبلا نتمنى الدعم والاشتراك سعدنا وجودكم معانا في القناة جماعة الخير كان معاكو اخوكو نعيم احجابو احلى مساء عليكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية مساء الورد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته